نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بالتعاون مع كلية دبي للسياحة وشركائه الاستراتيجيين كوزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس وهيئة تنمية المجتمع في دبي يوما مفتوحا لقطاع الضيافة تم من خلاله توفير أكثر من مائة فرصة وظيفية للمواطنين تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة لتمكين المواطنين من الانخراط في القطاع الخاص وتتماشى مع استراتيجية التوطين في دولة الإمارات